وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة من مدينة برازيليا أكد سعدة سيد حسن إبراهيم عضو مجلس النواب على أهمية الزيارة التي يقوم بها وفد المجلس إلى جمهورية البرازيلة الاتحادية تأتي الزيارة للدفع بمستويات العمل الثنائي المشترك بين البلدين والتأكيد على ما تشهدها العلاقات المشتركة من تطور مستمر في كافة المجالات في ظل دعم واهتمام حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه وفقامة الرئيس لويس إناسيو لولا دسلفا رئيس جمهورية البرازيلة الاتحادية وجهود ومتابعة صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله تم خلال الزيارة للالتقاء بمعالي سيد رودريغو أوتافيو بيتيكو رئيس مجلس شيوخ البرازيلي يحرص مجلس النواب على توطيد أواصر الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وزيادة أوجه التعاون في كافة المجالات لا سيما في المجال التشريعي وبحث اتخاذ خطوات أكثر تقدما من خلال تنسيق المواقف والجهود البرلمانية مع المجلس شيوخ البرازيلي تفعيلا للدبلوماسية البرلمانية ودورها الحيوي في تحقيق الهداف المنشودة والمصالح المشتركة بين البلدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر